نبدأ من العاصمة الأذرية باكو حيث تصل السياسة الخارجية المصرية إلى محطة جديدة تلك السياسة القائمة على تنوع العلاقات وتعزيز المصالح المشتركة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارة الرئيس السيسي لأدرابيجان تحمل الكثير من اللقاءات وترتكز على محاور التعاون التنائي وتوطيد العلاقات أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تطلع مصر لتعظيم حجم الاستثمارات المشتركة مع أدرابيجان سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع كبار رموزي الاقتصاد ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في العاصمة باكو وذلك في مستهل زيارة الرئيس السيسي اليوم إلى أدرابيجان وصرح المتحدث الرسمي وباسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع جاء بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الأدريين وممثل الجهات الحكومية المعنية المختلفة على رأسهم وزير الاقتصاد الأدري وأوضح الرئيس السيسي خلال الاجتماع ما قامت به دولة من جهود وإصلاحات استهدفت تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية للاستثمارات في إطار متكامل من البنية التشريعية الحديثة للاستثمار في مصر فضلا عن حجم الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة ومن جانبهم أكد المسؤولون الأدريون تطلعهم لتعظيم التعاون والاستثمارات المشتركة مع مصر في ضوء ما يلمسونه من إرادة سياسية ومتابعة شخصية للرئيس السيسي لنشاط الاستثمارات الأجنبية في مصر وكذلك مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر لسيما في قطعات البنية التحتية والنقل والطاقة الجديدة والهايدروجين الأخضر وإنتال الطاقة التهربائية والصناعات الدوائية وصرح متحدث رأس أن اللقاء شاهد حوارا مفتوحا مع رؤساء وممثل الشركات الآدرية والذين أكدوا ترحبهم بتكتيف تعاون مع مصر مع استعراض خططهم للاستثمار في مصر أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة في عدد من المجالات وتعزيز التواصل بين ممثل القطاع الخاص في البلدين لدفع العلاقات التنائية الاقتصادية إلى أفاق أرحب اشتركوا في القناة